اشتركوا في القناة لمناقشة قوانين الشريعة فوج المصريون في شهر يناير وفبراير من نفس العام وخلال هذين الشهرين فقط بما يمكن أن يكون حملة إعلامية منظمة استغلت جميع ما حدث من قضايا أو حوادث خلال هذين الشهرين في الدعوة والتمهيد لتطبيق الشريعة الإسلامية وأوجز بعض الأمثلة على ذلك فيما يعني اعتدى ستة شبان على فتاة تواجدت مع خطيبها في سيارة في أحد الشوارع المهجورة في المعادي وقد أثبت الطبيب الشرعي فيما بعد أن عذراء قد ركزت الصحف على هذه القضية وركزت في عرضها للحوادث أو لجلسات المحاكمة على الدعوة لتطبيق حداية الزنا أو الحرابة ولم يخلو أي مقال أو موضوع كتب عن الحادث من رأي ديني أو فتوى لراجل من رجال الدين وقد نجح ذلك في التأثير على الحكم الأمر الذي اعترف به القضية حين صرح للصحف بأنه لم يكن من الممكن تجاهل رأي العام في القضية وحكم على خمسة شبان من الستة بالإعدام ولكن الأهم من التأثير على الحكم ذلك التأثير الذي كان موجها للرأي العام حاملا مضمونا فحواه أن القوانين الوضعية لم تعد صالحة لحماية الأعراض وأن البديل ممثل في تطبيق الشريعة قتل شاب مريض نفسيا وهذا ثابت والديه واستغل الإعلام ذلك بالدعاء أن الشاب قد تأثر بالمذاهب الوجودية الهدامة وأن إرحاده هو السبب وخلص من ذلك إلى نتيجة مؤداها أن العودة بالمجتمع للدين هي الحل وأنه من الضروري حماية المجتمع من الفلسفات الوضعية المنحرفة استغل الإعلام حادث انتحار فتاة مغربية في منزل ملحن مشهور في الإحاء بأن مصر أصبحت مرتعة للسكارة وتحولت إلى ماخور كبير تدور فيه الفاتنات العريات بكؤوس الراح على الشاربين وكان المضمون الذي وصل إلى القراء كرسالة إعلامية واضحة هو ضرورة تطبيق حد الشرب الخبر وضرورة إقامة المجتمع الإسلامي المثالي حكمت قصة ألف ليلة وليلة شهيرة بحجة الخلاعة والأفراض الخارجة رغم أنها موجودة منذ مئات السنين دون استنكار أو إدانة وبدلا من أن يواجه الإعلام هذه المحرقة الفكرية سندوها بأقلام كبار الكتاب وبدأ صوت المعارضين باهتا وكان الهدف هو التوصل إلى الحكم على الفكر والأدب والفن من منطلق ديني وهو منطق شديد الخطورة لكنه يعتبر تمهيدا لما يتوجه له المجتمع أو يتم توجيهه إليه أعيدت مناقشة قضية البهائية لمرة الثالثة المرة الأولى في أوائل الستينات والثانية في أوائل السبعينات وبعد أن نوقشت القضية في المرتين السابقتين على أنها قضية مذهب إسلامي منحرف نوقشت هذه المرة على حقيقتها وهي أنها قضية دين جديد ولم تناقش القضية في وسائل الإعلام على أساس فكري أو قانوني بل نوقشت بمفاهيم دينية أساسا وبتوجه واضح إلى ضرورة تطبيق حد الردة ركز الإعلام على مناقشة قضية ما سمي بالنبي المزعوم بريقة تلك القضية التي يخرج المتابع لها بانطباع مؤداه أنها قضية خلقية أو شخصية لكن الإعلام عرضها من خلال مفهوم آخر وهو مفهوم مضمونه أن المجتمع العلماني المصري يسمح في ظل القوانين الوضعية بظهور الديانات والأنبياء وأن غياب حد الردة هو السبب في ذلك ومن الممكن سرد أمثلة أخرى عديدة لمفردات الحملة الإعلامية الشرعية التي شنها الإعلام في اتجاهه للتمهيل لتطبيق الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي يطرح فزورة يصعب حلها مضمونه كالتالي الدولة لا ترى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية الآن الإعلام يتبع الدولة الإعلام يشن حملة باتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية الآن ولا يحل هذه الفزورة إلا جواب واحد وهو أن هناك جيجاً إعلامياً سرياً يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ويتجاوز مصالح المسيطرين على الإعلام إلى مصالح أخرى يمكن بحثها أو البحث حولها في مجال أخر ألف شرطة خمسة الإعلام والأمن تبرر القيادات الإعلامية تدخل الأمن فيما يتعلق بنشر الموضوعات الخاصة بهذه القضية أو إذاعة البرامج المواجهة للتطر بأنه من الضروري التنسيق بين الاعتبارات السياسية والأمنية فيما يتعلق بظاهرة لها وجهها السياسي والأمني وبصرف النظر عن مدى صحة هذا المنطق فإن الأمر يتجاوز مجرد التنسيق في كثير من الأحيان الأمر الذي يترتب عليه غلبة المنطق الأمني على المنطق السياسي ويأتي بنتائج عكسية والأمثلة على ذلك كثيرة وأغلبها يتعلق بنشر الأخبار المتعلقة بهذه الظاهرة وكمثال على ذلك فقد منع الأمن الصلاة بمسجد النور في أعقاب محاولة مسيرة حافظ السلامة حتى تتم الإنشاءات الخاصة بالمسجد وتصدى المتطرفون لذلك بالاعتداء المسلح على رجال الأمن واستخدموا في اعتدائهم السلاح الأبيض والترتب على ذلك إصابات في الطرفين وقبض على بعض المتطرفين وقد نشر جميع وكالات الأنباء العالمية هذا الخبر ومنع نشره في مصر بتعليمات أمنية وهو أمر لا يبدو مفهوماً فلا الأخبار يمكن حجبها في عالم مفتوح ولا النشر ضار بل مفيد إلى أقصى درجات الإفادة وقد صرح الأمن بعد ذلك بنشر الخبر وفي الوقت بين عدم السماح والسماح يمكن تصور التأثير الضار للتدخل الأمني في مجال الإعلام ألف شرطة ستة الشراك الإعلامية يحلو لكثير من القيادات الإعلامية والفكرية أن تبدأ مقالاتها بعبارات من نوع لا يختلف أحد حول تطبيق الشريعة الإسلامية لقد أعطى الشعب كلمته وعطت الحكومة وعدها وأبدت أحزاب المعارضة تأييدها تلك قضية منتهت لا خلاف عليها ولكن وآهم من لكن هذه وآهم مما يتلوها عادة من عبارات تناقض العبارات السابقة أشد التناقض وتخالفها أشد المخالفة بل قد ينتهي المقال برفض تطبيق الشريعة تحت مسميات أهونها التدرج وأقصاها توجه الكاتب للمتطرفين بتساؤلات من نوع قولوا لنا أولا ماذا تريدون وكأنه لم يسمع منهم قولا أو يسمع عنهم قتلا ويتصور الكاتب والمفكر أنه قد نصب شركا محكما لهم بدأه بإعداد الطعم بضم الطاء وسكون العين ممثلا في العبارات التي بدأ بها المقال وهو طعم يسهل في تصوره أن يبتلع المتطرفون ثم يفاجأون باستدراجهم في نهاية المقال إلى نتيجة عكسية والحقيقة التي لا شك فيها ولا مراء أن الشرك منصوب للقراء وأن الجريدة اليومية التي توزع مليون نسخة وبالتالي يقرأها خمسة ملايين قارئ قد نصبت بفضل الكاتب أو المفكر الكبير شركا لهذه الملايين والسبب في ذلك أنه ليس في هذه القضايا الحساسة والمصيرية لكن تماما كما تقول المصرحية المشهورة ليس في القانون زينب فإما أن تكون معه وإما أن تكون ضد وما دمت بدأت القول بأن قضية الشريعة محسومة وأنها محل اتفاق عام فإن أي قول بعد ذلك لا يجدي وأي لكن لا يؤمن بالعبارات التي ذكرها والتي يكررها أمام عيون القراء يوما بعد يوم وكأنها مقرر ألمي والمؤكد أيضا أن ما ذكره للأسف ليس صحيحا فالقضية لم تكن يوما قضية سياسية محل اتفاق عام والحكومة لم تكن يوما صادقة حين وعدت بتطبيق الشريعة وإنما أعلنت ما أعلنت عن يقين بأن كل شيء في مصر ينسى بعد حين والأحزاب لم ترفع يوما من الشعارات باقتنعة به وإنما رفعت ما تزايد به على الحكومة ربما عن عدم إدراك لمخاطر التطرف الديني وربما عن إدراك وسعي في ذات الوقت لأن تحصد الحكومة ما جنت يداها إن المثال السابق ليس رأيا لكاتب أو فقرة من مقال مفكر ولو كان كذلك ما استحق مني الذكر أو التعليق وإنما هو نغمة سادة الإعلام المصري وأسلوب أدمنه كبار الكتاب وعمامة يسرون على وضعها على رأس دافع الضرائب وأقصد الشعب وحجرا ثقيلا يلقونه على رأس دافع المرتبات مرتباتهم وأقصد الحكوم باء الديمقراطية بين السماح والمناخ من الصعب أن يقتنع الرأي العام بالمصري بخطأ ممارسات التيار السياسي الديني المتطرف طالما ظلت الممارسة الديمقراطية في مصر على ما هي عليه وطالما دارت هذه الممارسة كما تدور الآن في ساحة السماح للديمقراطية الذي يأتي من السلطة الحاكمة أو الحزب الحاكم دون أن يتعدى ذلك إلى مناخ ديمقراطي يتيح لكل الراغبين في الممارسة السياسية أن يكون لهم دور وحزب ومنابر إعلامية بل إن الرأي العام يتعاطف معهم أحيانا ويميل إلى تبريل مظاهر العنف في حركتهم بحجة أنهم لجأوا للأساليب غير الشرعية حين لم يسمح لهم بالعمل السياسي الشرعي أو بمعنى أكثر تحديدا ووضوحا حيث لم يسمح لهم بتشكيل أحزابهم السياسية إن الحجة الوحيدة التي يرفعها المعترضون على السماح للتائرات السياسية الإسلامية بتكوين أحزابهم مضمونها أن ذلك سوف يؤدي إلى تشكيل أحزاب سياسية مسيحية في المقابل الأمر الذي سوف ينتهي بمصر إلى وضع مشابه لوضع لبنان وهذه الحجة مردود عليها بما يأتي واحد أن السماح بتكوين أحزاب سياسية إسلامية لن يضيف جديدا إلى الساحة فالتيار السياسي الإسلامي الذي يقبل بذلك وهو تيار الإخوان المسلمين له قواعده وله قياداته ممثلة في مكتب الإرشاد العام وله زعيمه ممثلا في عمر التلمسان الذي يتولى حاليا منصب المرشد العام وأكثر من ذلك له الآن نوابه في البرلمان وهم لا يخفون انتماءهم الواضحة والصريحة لهذا التهيار اثنين إن ظهور أحزاب سياسية إسلامية سوف يؤدي من ناحية إلى توقف مزايدة الأحزاب السياسية على الشعارات الدينية ومن ناحية أخرى سوف يحجم كثيرا من مزايدات أئمة المساجد على الشعارات الدينية لأنهم سوف يصبحون أنصارا لحزب سياسي في الساحة منافس للأحزاب أخرى ثلاثة سوف تضطر هذه الأحزاب الجديدة إلى وضع برنامج سياسي يضعون فيه حلولا لمشاكل المجتمع الحقيقية مثل الإسكان أو الأسعار أو الديون أو غيرها وفي هذا مجال واسع للخلاف بينهم والاختلاف عليهم ليس هذا فقط بل إن ذلك سوف يفتح المجال الجميع لإمكانية الحوار معهم وتفنيد آرائهم لأن ساحة النقاش سوف يتم تصحيحها بأن تصبح ساحة سياسية وليس ساحة دينية وسوف يصبح جميع أطراف هذا الحوار مجموعة من الساعين للحكم لا للجنة والمتقربين للشعب لا لله والطامحين للسلطة لا للشهادة أربع إن التخوف من قيام أحزاب دينية مسيحية لا مبرر له لعدة أسباب هي ألف إن التجربة التاريخية أثبتت أن أقباط مصر يتعاطفون دائما مع الأحزاب العلمانية عن إدراك حقيقين بأن المستقبل للتعايش وليس للانفصام والدليل على ذلك تجمعهم تحت راية الوفد وولائهم له قبل ثورة 1952 وبقاهم على هذا الولاء حتى بعد انفصال أكبر قياداتهم السياسية مكرم عبيد باء إن تجربة إقامة حزب مسيحي ديني له سابقة في التاريخ المصري تمثلت في حزب مصر الذي أنشاه أخنوخ فانوس ولم ينضم له إلا قلة محدودة وانتهى بعد سنوات في صمت كما ظهر دون أن يكون له تأثير على مسار الحياة السياسية في مصر ودون أن يؤثر سلبا على مناخ الوحدة الوطنية فيها إنني أؤكد على أن الوضع الحالي المتمثل في السماح الديمقراطي وتحجيم حرية تكوين الأحزاب وقصر تجربة الحزبية على ما هو قائم له تأثير سلبي خطير على واقع التطرف السياسي الديني في مصر خاصة وأنه لا يقتصر على تحجيم دور هذا التيار في التواجد السياسي بل يمتد أيضا إلى تحجيم الأحزاب العلمانية سواء اليسارية منها أو الليبرالية جيم يجب أن نعترف جميعا وبصورة واضحة ومعلنة بأن مصر بها قدر من التعصب الديني وأن هذا القدر موجود لكنه محدود وأن له من الخصائص ما يتناقض مع المنطق فهو يزداد مع ارتفاع المستوى التعليمي أو العظيفي فيتواجد مثلا في بعض الأقسام بالجامعات ويقل كثيرا في القرى والمدن الصغيرة ويطرح الاعتراف بظاهرة التعصب إمكانية دراسة أسلوب حل هذه المشكلة وهل يكون بفرض عقوبات رادعة على من يثبت أنه قد اتخذ قرارا من منطلق التعصب أو بالتمثيل النسبي السياسي للأقليات أو غير ذلك من الحلول ويبقى الحل ما سبق كان ترحى موجزا للمشكلة تعريفها طبيعتها سلبيات المرحلة الحالية وإيجابياتها وهو ما يمكن ترحل المناقشة العامة بهدف محاولة التوصل لحل وهو موضوع حديث آخر سأشير في هذا البرنامج إلى بعض الدراسات التي تنبأ و التي تعلق ما تنبأ 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 سبق في قرارا لا في رمضة لذلك أعطي 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 اشتركوا في القناة